يعني انت شايف سيد نمار عاودية طب سيد نمار ده قاعد ليه؟ بقاله فترة انت ما قاعده ليه؟ هو كاكورة أعلى فنيا بس حبتة واحد قدامه لما كان بينزل مع عزيزو هو كان سبب من أسباب الدوري السنتين اللي هو الزمالك خده لما كان بينزل يامل هو وزيزو جابها واخد بالك؟ هو فين؟ انت بتلعب مين عليه؟ بتلعب عمر جابر؟ ما تخلينا حتى الشمال في الفترة اللي فتوح مش موجود فيها وخلي سيد نمار ده مفتاح لهاب مهم جدا في فرقة نادي الزمالك بس لو استغلوا هو أصنر فيه ياسر حمد طبعا انا كدت ان او احمد حمدي برضو؟ لا ما ياسر حمد خلاص هو قطر اه اه احمد حمدي هو مصاب واحمد حمدي هو مصاب اه فانا بقولك اللي في كل ده بلعبه كان هم التلاتة ناصر ماهر وعبدالله واحمد حمدي لا زياد كان معتمدة عليه ولا محمد شحاته غير لما موته نفسيه لما انت تتخيل لما كون اتنين احسن اتنين ديفندرات موجودين عندك في مصر ومنتخب أولومبي وتجي تلعب عليهم دونجا هم لما لعبوش يعني دونجا لا طبعا هم دولة بص دولة الكرة اللي هي جاية الكرة اللي انت تطلبها مش كانت اليوم وقتهم لا مش ليوم وقتهم بس دونجا كويس بص لا اسمع الكلام بقى خلاص اسمع الكلام طالما انا جيه البديل الكلام ده قبل ما هم ييجوا هو زياد كمال ده مكفوة فيه قد ايه اعارة مش بيتدفع كمتن برضو لا لا دونجا لعيب اساسي عنده جميز على فكرة سدق بالله اه زياد كمال ده احسن تغندر في مصر الفترة اللي جاية دي ويتفرج عليه في البطولة اللي هي انت متوقك ايوه لعيب كرة هي دي كرة بص محمد شحات انتوا طالعين بإمام عشور السماء ليه عشان ايه بياخدوا كرة وبيروح على جول لعيب كويس طبعا شمال وينين واخد بالك بس ايام ما كان في الزمان وكانت الكرة كتير ما تنتهاش منه فانت دلوقتي عندك ديفندر اسمه محمد شحاتة بيعمل لك كل الحاجات اللي هي في الكرة الحديثة الضغط الاستلام التسلم التكملة ورا المهاجمين ده حقيقي واخد بالك والارتداد السريع والانتشار السريع ويدفع كويس فانت عندك لازم يكون واحد جنبه بلعيب كرة عالي لو الاتنين دول بلعابه وقدامهم ناصر ماهر او عبدالله السعيد فرز الزمالك هتروح في حتة تانية مع سيد نمار نحي تليمين مع احمد فتوح لما يرجع مع الوينش لما يرجع وعندك لازم يلعبه حد غير المسلوسي لازم لو الزنار يرجع بقى ويشتروا مساك كويس قوي وحشان عب نجد ايه لا لا حسان اللعيبة دي مع كل الاحترام كانوا بلعابه عشان ما كانش فيه لعيبة انت عارف احمد مجدي اللي هو الصغير ده كرته اعلى مئة مرة من حسان عب مجيد انت بتتكلم على الكورة ولا على واجبات المركز واجبات المركز اه قول لي واجبات المركز واجبات المركز هو اعلى مش محتاج انت سرد باك يبقى لعاب كورة اوي لا لا بص مش لازم يبقى عالي اوي كتن يبقى عارف واجباتك ليه ولو بقى عالي اوي ده يبقى خير وبرك صح ولا غلط واخد بالك فانت لما ده هياخد الثقة لا اعلى من حسان عب مجيد بكتير بجد انت شفته كده النهاردة لا اوي المطش اللي فيه برغم النهاردة يعني فيه حاجة مفروض طبعا دي بخبرة المطشات والثقة اللي هو شاط لما عدت محمد صبحي وهو شاطها وجدت في الفيرود وكتنجوا تروحوا جول يبقى انتطلحها كورنا كده ما تشوتش في الاتجاه اللي جاي منه اللي عيد دي برضو خبرات ودي مطشات هي اللي هتقال انما هو كستايل كلعيب كورة بيقف عالكورة وما بيترقصه وعينه عالكورة ده النهاردة مطلع كام واحدة غير المسلوس المسلوس ما بعرفش يمسك خلي بالك النهاردة فيه كورتين لاو حسام اشرف موفق جنين اللي هي عدتوا وهو حسام حقتها وجدت من جنب القائم ليه جميل مباراة النهاردة كان محمد صفو تخيل شو تقريبا كان قويس او والتاني والتاني صدد واحدة ما تتصدش جول والكورة بتاعت حسام اشرف دي لو جدت في دي تدخل شباك بقول مش ايه لا يسأل عنها في حاجات انت عندك في فرقة الزمان طب الراجل يكمل ولا يمشي لا يمشي قولا واحدا يمشي يعني بعد ما يجيبكم فدرالية يعني لاجل النبي ما تعمليش بقى زمان لا لا انا بكلمك كورة برضو لا لا كورت ايه سيبك وانا بقولك هو واضح ان المداري المكمل ليه هو بيقولك انا او دمنك من اللي احنا شايفين اتفاق مع الادارة يا عم ادارة ايه ادارة مع كل الاحترام ليه ايه هم اصلا يعني مفيش عندهم لازم يجيبوا حد يفكر لهم في الفنيات يا فاروق ما يسيبوش الدنيا الراجل ده هيغرق الدنيا الراجل ده لو قعد انت السنة الجاية باللعيبة اللي انت لما فين جون كبيرة كابتن موجودين في المجلس الادارة فين النجوم كابتن حسين السعيد فين كابتن احمد سينما فين موجودين ده ده مع كل الاحترام دول جونين انا عايز فني ملعب مش حرا اه ماشي لهم حراس المرمى زي ما خلصوا على محمد اه عواد كده هم خلصوا لكين على محمد عواد دي عواد خلص ليك فيه قعدة اللي من جايين عشان نشوف تعمل التجديد ولا هيجددوله هم لو هيجددوله ما كانوش ركبوا صبحي عليه ما كانوش جددوا لصبحي هو مين الاولى تجدد لمين عندك عواد ومحمد صبحي عامل مشكلة وعمل مشاكل تكون تجدد لمين الاول لو انت عايزه